بإختصار شديد لو سألتكم عن أعظم الصفات اللي ممكن توجد في الشخص لاتفقنا جميعاً أن الصفح والعفو هي تعتبر من أجمل الصفات اللي ترزق كل قبول لدى الناس فما بالك حينما يكون هذا الصفح والعفو من عند الله سبحانه وتعالى أجمل شيء في الحياة هذه حينما تقول أستغفر الله مستشعراً معنى أستغفر الله وقاصداً فيها مغفرة الله سبحانه وتعالى والأجمل من ذلك حينما تستغفر وفي داخلك يقين تام بأن الله سيغفر لك لأنك انتائب عن الخطأ لا أن تستغفر وأنت عاكف على هذا الخطأ تذكر كلما كثرت ذنوبك وضاقت عليك الحياة وسودت في وجهك بعد أن كانت الحياة ألوان قوز وقزح سودت في وجهك وسألت من هم أهل للجواب وقالوا لا توبة لك ولم تجد شخصاً بجانبك افتح القرآن وقرأ قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً وافتح صفحة جديدة مع الله وابشروا الله بالحياة التي تصر خاطرك السلام عليكم اشتركوا في القناة